السلام عليكم قبل أن تفرج في هذه الحلقة تجد أن ترى هذه الأربعات الحلقات أو على الأقل ترى الليلة عليهم لاحقا فيهم هضرت على حساب القضايا أو الكالكول البروبوزيسيوني وهو طريقة في المدى التعاون على كيف نفكره منطقيا أيضا ناقشنا القضايا البروبوزيسيون وهو مع عبارات التي خسئة إما يكونوا صحيح أو خطئين لذلك كشفنا كيف نربطهما بين هذه القضايا أو البروبوزيسيون مع بضياتهم نتركنا إلى مجموعات تسمى الروابط المنطقية البروبوزيسيوني والذي قسمناهم الجوش فيديوهات في واحدة قمنا فيها العطف الكنجونكسيون والفاصل الديسجونكسيون والنفي وفي الآخر قمنا على الاقتضاء الامبليكاسيون والاقتضاء الثنائي البيكونديسيوني وجدنا أول نوع البراهين والذي هو البرهان باستعمال الدول الحقيقة طابل البرهيتي واستعملنا هذا البرهان جديد لكي نبينه قوانين مورغان أيضا هضرنا على كيف نقلبه ونقلبه العبارات التي تحتوي على الاقتضاء الامبليكاسيون لكي نقلبه الاكس الناقيد الانفرس وعكس الناقيد الكنتخبوزي وآخيرا عرفنا ما هو التكافؤ الإكيفالونس العبارات القضوية الإكسبريسيوني والفرق بينه بالاقتضاء الثنائي البيكونديسيوني الهدف من البرهان هو أنك تنقل استدلالك الواحد القارئ آخر وبالتالي فتيح تكتب البراهين الرموز والروابط الرموز والروابط التي تعلمتهم في الحلقة الليداسو يكونوا زوينين من أنت تحاول تبسط المسألة وتحولها للشكل الرياضياتي القحل ولكن من أنت تريد تكتب برهان كهذا الرموز الصغيرين زوينين تريد تبدلوا بالكلمات التي تدلع لهم ودير في بالك واحدة من اكثر الاقتباسات التي تشعج بني نظرية الرياضياتية لا تعتبر كاملة إلى أن تستطيع شرحها لأول شخص تلتقيه في الشارع بسم الله وعلى بركة الله تعالى أولا لا تنسوا أخواتكم الفلسطين والسودان وفي بقعة كثيرة من العلم التي تعانيهم دعوا لهم استمروا في المقاطعة وكذلك تبقى غير أنت بوحدك ثانيا الحجة التي نبدأ بها هي الحجج الصالحة الحجة هي محاولة أن تقنع شخص بشكل شيء من خلال أن تعطيه الأسباب أو الأدلة لكي يقبله استنتاج معين الحجة مقسمة الجزء أجزاء الجزء الأول مجموعة من المقدمات المنطقية مجموعة وهو الإستنتاج الذي نريد أن نصل إلى كونكولوجيون وكذلك حجة تعتبر صحيحة وكذلك الإستنتاج يجب الى المقدمات المنطقية كونكولوجيون وعلى المقدمات المنطقية فالإستنتاج وليس لن تتعلم كيف يكون صحيحة ولكن الإستنتاج مرتبعة مممم هذه القضية لا أفكركم بشي شيء سبحان الله رهب حالي لقاسين تندويب على الاقتضاء المادي الامبليكاسيون في العموم تتبنى الحجاج الصالحة على بعض الأشكال الأساسية وأول هذه الأشكال والأكثر بساطة تتسمى باللاتينية موضي سبوننس والتي يعني طريقة التأكيد أو طريقة الفصل لغاقل الدوتيتاشمو هذا الموضي سبوننس تتعبر عليه رسميا بهذه الشكل إذا بي إذن كو بي وبالتالي كو هذا يعني أنك إذا عرفت أن كو جاي من بي وأن بي صحيحة فكو تيخص تكون صحيحة كيف المعنى ياك أجي نشوف واحد المثال نعطيه مثلا بي عبارة تنتفرج في كاتيري بي وكو عبارة كنفهم الرياضيات فالحجة اللي غنستعملوا فيها هذا الموضي سبوننس غتكون دير بحالها إذا تفرجت في كاتيري بي إذن غنفهم الرياضيات تفرجت في كاتيري بي وبالتالي فهمت الرياضيات كيف سنعرف أن هذا الموضي سبوننس هو حجة صالحة أنا غيومان باليد أجي نقدش دول الحقيقة أولا نشوف ديال الاقتضاء المادي ديالإمبليكاسيون إذا بي إذن كو صحيح خطأ صحيح صحيح ونشوف ديال بي بوحدها صحيح صحيح خطأ خطأ ودابا بما أننا نجوش ديال المقدمة المنطقية خليونا نشوف شنو غيوقع إلا كانوا بجوش صحاح يعني خسنا نشوفو إذا بي إذن كو وابي صحيح خطأ 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 والسؤال هو وش هات الأخيرة حجة صالحة يعني وشيلا كانوا المقدمة المنطقية صحاح وشحتل استنتاج الكونكوليزيون سيكون صحاح حبس الفيديو حاول الجواب بالطبع الجواب هو آه سطر الأول هو الوحيد اللي خصنا نشوفو فيه نحقاش هو الوحيد اللي فيه إذا بي إذن كو وابي بجوش صحاح ولنحقاش بجوش صحاح نقدرون نشوفو جهة كو وغلى القواتها هي صحيحة وبالتالي فالحجة ديالنا تهي صحيحة ما فهمتي شيئك تفكر أن الحجة الصالحة ما هي إلا أمبليكاسون اقتضاء مادي وبالتالي تقدر تزيد تطور من هذه الدولة الحقيقة وتزيد واحد العمود آخر وفي هذا العمود أربط المقدمة المنطقية مع الاستنتاج باش تصنع واحد الأمبليكاسون اقتضاء مادي آخر لكبر إذا إذا بي إذن كو وابي إذن كو ما هم قيم الحقيقة من الاختضاء الكبير أجي تشوف صحيح وصحيح فصحيح ثم صحيح إهوه ما بلك في أجل الحالات آخر صحيح بغض النظر على القيم بي ولكن هذا النوع ذي العبارات عنده واحد من اسمية خاصة والتي هي صواب منطقي Unverity logic أو لا تحصيل حاصل Anthotology فإذا قدرنا نثبته أن أمّ شئ حاجة هي تحصيل حاصل Anthotology فهذا يعني أن نظرنا أنها دائما صحيحة الشكل الآخر التي تقدر تشوفه بزاف من بعض الموضي Sponens هو الموضي Stolens والتي تعني طريقة الإنكار أو إنكار النتيجة الموضي Stolens سيتعبر عليه رسميا بهذه الشكل إذا B إذن Q ليس Q وبالتالي ليس B في الحلقة الفائدة قلنا أن أي اقتضاء تكون منطقيا مكافئ العكس النقيد يعني إكيفالون الكنترابوسي وبالتالي إلى B صحيحة إذن Q هي صحيحة ولكن بعكس النقيد إذا Q خطأ إذن P هي خطأ نستعملون نفس العبارات التي أعطيناهم P و Q قبل ونرى كيف تتخدم هذه الحجة باستعمال الموضي Stolens إذا تنتفرج في كاتيري P إذن سوف نفهم الرياضيات لا تنفهم الرياضيات وبالتالي لا تنتفرج في كاتيري P آخر الحجة منطقية سوف ندويه على هذا الفيديو هو الذي تسمى القياس المنطقي الفراضي Sylogism Hypothetic أو تعدي الاقتضاء Transitivity of the Implication هذا القانون يتعبر عليه رسميا بهذه الشكل إذا P إذن Q إذا Q إذن R وبالتالي إذا P إذن R قانون القياس المنطقي تيخليك تربط مجموعة ديال الاقتضاءات لإذن بليكاسيوم مع بعضياتهم باش تكون اقتضاء واحد كبير وهذه القاضية تتعاون بالجاد من أنت تكون تتقرأ البراهين كيف ما غنشوفه في الحلقة الجاية إن شاء الله تعالى لحقاش غالبية البراهين تيحتاجوا لبزاف ديال الخطوات المنطقية وكل الخطوة دير ربحل واحد الرابط تتربط السلسلة ديالنا هاك واحد المثال على هذا القانون القياس المنطقي إذا تفرجت في كاتيري بي إذن سوف نفهم الرياضيات إذا فهمت الرياضيات إذن سوف نفكر بشكل منطقي وبالتالي إذا تفرجت في كاتيري بي إذن سوف نفكر بشكل منطقي هذه الحجاج الصالحة بثلاثة اللي عشفناهم تتسمعوا بقواعد الاستدلال La regle d'inference وهذه اللي قدامكم هي واحدة القائمة بقواعد الاستدلال آخرين والتي هما تحصل الحاصل ذي توتولوجي زي ما تدائما صحح وما تخافش أن تتخدم بشي وحدة فيهم ذا بك فيما كينات اللي تنقولوا عليه تحصل الحاصل ذي توتولوجي كي اللي تنسميه مغالطات منطقية أو دي صوفيزم وأول هذه المغالطات هو واحد الخطأ شائع اللي تدروه بزاف دي الناس والتي هو مغالطة الإكس الصوفيزم دولاغي سي بخوك أو الاسم الشائع ديالها مغالطة تأكيد النتيجة الحجة المستعملة في هذه المغالطات نعبره عليها بهذا الشكل إذا بي إذن كو كو وبالتالي بي ما هو الغلط في هذه الحجة؟ الغلط هو أن هذه الحجة تتحاول تستنتج العكس ديال الاقتضاء الأصلي يعني الغيسي بخوك ديالامبليكاسيون وفي الحلقة الفايتة قلنا أن الاقتضاء ماشي بالضرورة يكون مكافئ منطقيا مع العكس دياله يعني ماشي لوجيك مو إكيفالونت له هاك مثل بيش تفهم كثير إذا تنتفرج في كاتيري بي إذن غالفهم الرياضيات تنفهم الرياضيات وبالتالي تنتفرج في كاتيري بي علش هاد الحجة مصالحاش مصالحاش لحقاش تقدر تفهم الرياضيات في بلاسة أخرى وماشي بالضرورة غير وانتهية تتفرج في كاتيري بي كاينين بزافت القنوات التي تشرحوا الرياضيات حسن منا وكاينين أساتيذة اللي تبارك الله عليهم أفضل وفي أحسن مستوى لنا وبالتالي ماشي بالضرورة إلا تتفهم الرياضيات رك تتفرج فينا أيضا كاينة واحدة المغالطة أخرى واللي هي تضل بنادم يضح فيها بزاف وهي مغالطة النقيد الصوفيزم دولانفيرس أو لإسم المعروف دياله واللي هو نفي المقدمات النقاسيون دولانتسيدون واللي تتقول لك إذا بي إذن ك ليس بي وبالتالي ليس ك مرة أخرى ما هو الغالط هنا؟ الغالط هو أن هذه الحجة تحاول تستنتج النقيد ديال الاقتضاء الأصلي يعني الانفيرس ديال الامبليكاسيون وهو مثال كالعادة إذا تنتفرج في كاتيري بي إذن سوف نفهم الرياضيات ما تنتفرج في كاتيري بي وبالتالي ما تنفهمش الرياضيات فرض البال دايما من هذا النوع ديال المغالطات المنطقية لحقاشتي يستعملهم بزاف الإشارات والآتس بشي يخليك تحس بالنقص وتنط تشري ذك شي اللي بغينه منك تشريه الحلقة ديالنا غاد سليهنا يا ما زال إن شاء الله تعالى شوش حلاقي على البراهين خليكم على القرص والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته